فهي ما تعودتش تبقى إنسانة عادية على الهامش على الهامش العلاق هي كانت دايماً محور العلاقات فالزوجة الملكة عايزة دايماً زوجة هيعملها إن هي الكنز السمين الدرة لازم يحافظ عليها ويرعيها ويحمد ربنا على وجودها على فكرة بعض الكلمات دي كلمات صحيحة بس هي محتاجة أقصى حاجة فيها اللي هو بيسموها الأفوارة يعني وطول وقت بتكون عايزة تحسسه إن هي كتير عليه وإن هي تنزلت لموافقة عليها وتجوزته فلازم يبقى عارف إن هي النعمة اللي هي نعمة ربنا الوحيدة عليه مش نعمة من نعمة ربنا هي النعمة الأكبر عليه في حياته وفي بعض الأوقات بيلجأ الزوج لكسر غرورها بإنه يبالغ في متح النساء الأقل منها جماله أو في أقل منها مستوى اكتماعي وعلمه وقد يصل الأمر إنه هو مع شعوره بإهمالها وتعاليها عليه إنه يقع في حبها واحدة تانية وعلى فكرة ويقدم رعايتها دي ويعمل كل الحاجات اللي هي كانت محتاجة مع الحد ده عشان يجرحها ويأذيها لأنها أقللت من مكانته فنجد مثلاً إنه يروح يتجوز من مساعدة المنزل أو للأسف يعمل شيء مش مناسب في علاقة مش مناسبة معه الزوجة الملكة كمان ممكن تكون زي الزوج المعجباني وتدمن اللذة وتبحث عن علاقات خارج الزواج وتشبه احتياجاتها للتفرد وضرد غرورها وبتكون مشكلة كبيرة لو الزوج المعجباني تزوج من الملكة لأنه عايكون فيه صراع قوتين كل واحد فيهم عايز يفرد تفرده ويجعل الآخر يخضع عليه ويسلم له ويصبح هو محور العلاقة وده مش بيحصل في أغلب الأحيان لكن كل واحد فيهم نجم مش هيرضى يدور في فلك الآخر النجوم الكواكب اللي بتدور حواليه هو عايز زوجته تدور حواليه وهي عايز زوجها يدور حواليه إذا نحن أمام ظاهرة خطيرة محتاجين يتعامل معاه فلو حد متجاو لو واحدة متجاوزة معجباني أو واحد متجاوز ملكة فهو محتاج أنه يغرق شريقه في المديح أيوة ما تستغربش ما تستغربش الناس مستغربة أنه أنا بقول أنه هو يغرقها في المديح طيب ما هي عتت مرع لا اللي عايز أقول له حضراتكم الناس متصورين لما جاء أقول لهم الزوج المعجباني بعد الأوصاف اللي احنا قلناها دي أو الزوج الملكة بعد الأوصاف اللي احنا قلناها دي الناس منتظر أن أول حاجة نتكلم عنها هو أن الناس دي تسيب بعضها اللي عنده حد من ده ما يكملش معاه كلام ده غلط بكل المقاييس اللي متجوز زوج المعجباني زوج المعجباني اللي هلتفتنا بس إلى أنه إيه اللي أفسادته نشأته فيه أفسادت نشأته فيه أنه هو يستمتع أنه هو رجل وسط الرجال مش الرجل الوحيد وأفسادت ساعات تنشأته فيه أنه إنسان محتاج أنه يجذب الأنظار لأنه يقاوم الرفض فلو استخدمنا معاه أدوات التعافي من الرفض يعني إيه أدوات التعافي من الرفض إن الشخص اللي حاسس بأنه مرفوض فبيجذب قلوب الناس دايما إليه وساعات يستخدم أدوات الصيد فيتحول إلى صياد أو هي لو ما هي مرفوضة في أهلها إن هي تتحول إلى صياده يا رخرة فالشخص ده لو قلنا له إن انت فيك حاجات تانية غير إنك انت جذب للنساء زي إيه إنت فيه خير كتير إنت على فكرة طيب على فكرة أنا بحس إن انت جواك إحساس إن انت عايز تنفع الناس أنا مش مصدق إن انت بس فيك الصفة دي بس لو لمو علاله في حياته أسباب السعادة وخليناه يشوف بعينه حركة ابنه الطفل هو بيتحرك ساعات بيتنازل إنه يعود على كرسي الجاذبية وينزل عشان يعود مع مع ابنه على أرض البراءة محتاجين نفهم ده كويس قوي محتاجين إن احنا نعرف إن احنا مش أول حاجة نعملها مع المعجباني ولا مع الملكة الرفض لأن الرفض بيزود عندهم إحساسهم بإنهم محتاجين لزة النجومية يبقى احنا عايزين نتعامل مع بعض في البيت كأحباب وحضرت النبي علمنا إزاي نتعامل مع الزوجة لما سامع السيدة عائشة بتحكي عن حداشر امرأة منهم أم زرع فحكت عنها إن زوجها إيه اللي حاصل وصلها إنها فبجحني في نفسي حتى تبجحت يعني إيه دلع حتى تدلعت قوي معناها إنه زاد في تدلدها لحد ما اتمرعت